السلام عليكم شباب أغلب الجيمرز يواجهون مشاكل مشتركة مثل الباكتلوس والبنك العالي مشاكل الانترنت صح ما تخلص لكن نحاول انقللها لذا قررت أن أربط البلايساشن 5 بالانترنت بكيبل إيثيرنت وأقارن سرعة الاتصال السلكي بالاتصال الواي فاي مرة مع شبكة 2.4 جيجاهرتز ومرة ثانية مع شبكة 5 جيجاهرتز حتى نشوف سرعة الداولود والأبلود وأيضا حتى نشوف أي طريقة هي الأفضل مع العاب الأونلاين فبدون ما أطول عليكم رح أقسم الشاشة لثلاث أجزاء باليمين الاتصال عن طريق الواي فاي بشبكة 2.4 جيجاهرتز وبالوسط بشبكة 5 جيجاهرتز وعلى سارة الشاشة الاتصال عن طريق الكابل الإيثيرنت ملاحظة سرعة النت عندي جدا حلوة والحمد لله تصل لحدودة 800 ميجا بايت أو أكثر لذا اللي عينة حارة خلي سمي بسم الله بالبداية عمل التست الأول مرة وهاي كانت النتيجة وقلت خلي عمل التست ثاني وثالث حتى نشوف ونتأكد من الأرقام بشكل أتق طبعا سرعة اتصال البلايستيشن بالنت عن طريق سلك الإيثيرنت كانت أفضل بكل الاختبارات وهذا الشيء طبعا توقعته لأن الاتصال السلكي ما يتأثر بعدد الأجهزة المتصلة بالراوتر أما مع العاب الأونلاين النتيجة كانت أيضا بصالح الاتصال السلكي لأن حصلت على الاتصال ثابت بدون أي فقدان بالمعلومات فكان عندي باكتلوس قليل بحدود الواحد إلى 2% وبعض المرات كان يصير عندي مشاكل بفقدان الشبكة بالنسبة للبينك تقريبا الثلاث طرق أداءهم متقارب وجيد لكن الأفضل هو الاتصال السلكي الزبدة بحسب هذه المقارنة البسيطة جميع الأرقام تثبت أن الاتصال السلكي هو الفائز لذا أنصحك تقيس المسافة بين السوني والراوتر وتروح تأخذ كيبل ذو جودة عالية خصوصا لو أنك تلعب أونلاين طبعا يفضل أن يكون الكيبل من نوع كات ستة فما فوق بصندوق الوصف راح تلقى بعض الروابط لنواع ممتازة وبس أتمنى أنك استفدت لا تنسى ادعمني باللايك والاشتراك إذا عندك أي سؤال اكتبه بالتعليقات كان معكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة